أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في موضوع اليوم هناك العديد من الأراء حول هوية الناخب الوطني القادم والذي سيقود العارضة التقنية والفنية للمنتخب الوطني الجزائري هناك فاعلين في كرة القادم الجزائرية يؤيدون المدرب المحلي وهذا لعدة أسباب منها سنستمع وإياكم في هذا الاتصال الهاتفي لنظرة رئيس الأسبق لفريق ملودية العلمة وعضو الرابطة المحترفة الأولى السابقا ويتعلق الأمر به الرأس عرادة الذي قال في هذا التصريح لقناة زيارتيوب نستمع وإياكم ما قاله تمنى عودة بعد ذلك التجربة نظيم التجربة أثبتت أنه عمرها للأتماء هي اللي رأي تصنع في الفارق نحن شفنا كثير من المدربين اللي ما عندهمش أسماء أخلاق اللي رأهم مشاو المنتخبات المليح خصوصا في إفريقيا أنا نظن نظن أنه التجربة تحت جمال بن الماضي كناخب وطني جزائري ولد الجزائر كانت ناجحة في فترة ما لو لا ظروف اللي جات من وراء كأس إفريقيا أو تغييرات بإثارات على مستوى الاتحاد جزائري كورت قدم نظن أنه ناخب وطني محلي أنا بالنسبة لي من الشباب اللي رأم كينين والكفاءات اللي رأم كينين والله طاقم فني جزائري ما يكن نفسي الخازينة العمومية مبالغ كبيرة من جهة وربما يكون تجربة أنجح كما تجرب جمال بن الماضي والله وليد الكريكي في المغرب نظن أنه بوغراء بالنسبة لي يعني رأي يقعد رأي أحسن اختيار لو الاتحاد الجزائري كورت قدم يوضع التقيقة في المرحلة الحالية هرس عرادة والذي قال في تصريح الذي استمعنا إليه وإياكم أنه يرشح ويفضل المدرب المحلي وهذا لعدة أسباب يقول أن المدرب المحلي يعرف العقل هي الجزائرية وعلينا تكرار نفس ما قمنا به في تجربة جمال بن الماضي تانيا أن المدرب المحلي وفي الوضعية الحالية لن يكلف الخزينة الفاف الكثير وسيتلاءم مع أهداف المنتخب الوطني وهذه المواصفات حسب هرادة نجدها في مجيد بوغراء نذهب إلى الرأي الآخر يتعلق الأمر بالإعلامي المصري عمرو فهد الذي قال أن كيروش من بين المدربين الذين يحبون الشبان واكتشف العديد من اللاعبين في مصر وكان له الفضل في تألقهم نستمع إلى هذا التصريح الذي خص به قناة زينتيب والله أتعاقد مع كيروش إن تم سيكون ضربة موفقة جدا للمنتخب الجزائري لأنه مدرب من طراز ممتاز مدرب أحدث نقلة نوعية في كرة القدم المصرية رغم قصر المدة التي تولى فيها المسئولية أخرج الكثير من اللاعبين الجدد ضخ دماء جديدة في المنتخب يعني قام بعملية تجديد اكتشف الكثير من العناصر التي صارت بعد ذلك من القوام الأساسي للفراعنة مثل محمد عبد المنعم قلب الدفاع مثل عمر كمال الظاهير الأيمن يعني الكثير من اللاعبين عمر مرموش جناح الأيصر كثير من اللاعبين منحهم كيروش الفرصة للمرة الأولى وبعد ذلك تحولوا إلى عناصر فاعلة ووازنة في المنتخب المصري وأعتقد أن هذا هو ما تحتاجه الجزائر في الفترة الراهنة لأن المنتخب الجزائري يحتاج إلى التعامل بأكثر عدالة مع اللاعبين منح الفرصة للكثير من العناصر الجديدة عذاب الاقتصار على مجموعة معينة مهما كانت الانجازات التي حققتها كذلك الاهتمام بلاعب البطولة المحلية وأنا أعتقد أن الدوري الجزائري ولاد وشاهدنا الكثير من اللاعبين المميزين مثل بالعيد مثل حسام الدين مرزيق قبل أن يخرج للبرتغال يعني أعتقد أولا اللاعبين لديهم أهلية للعب لمنتخب الجزائر وأعتقد أن كيروش سيكون قادرا على استثمار هذه المواهب وفتح باب المنتخب وإشعال المنافسة على تمثيل الفريق الوطني من الناحية النفسية كيروش مدرب ممتاز يجد تحميس اللاعبين إذكاء الروح القتالية وأنا أعتقد أن الروح القتالية تميز الشخص الجزائري مثلما تميز اللاعب المصري وبالتالي سينجح في التعامل مع اللاعبين الجزائريين من هذه الناحية قد يكون له الصدام مع بعض النجوم هنا أو هناك وقد يستبعد بعض الأسماء في البداية لكن بعد ذلك سيضع حجر أساس لمنتخب ليس فقط لحقبته هو ولكن حتى لحقبة من يليف المسئولية في المستقبل أعتقد أنه لو تم سيكون تعاقدا موفقا جدا جدا هو رجل يعرف الشرق الأوسط يعرف المجتمعات الإسلامية يعني عمل في إيران فترة طويلة ثم عمل في مصر وبالتالي سيتأقلم بسرعة مع الأجواء في الجزائر وسيفهم الواقع لديه أيضا دراية معقولة باللغة الفرنسية ومن ثم التواصل مع اللاعبين لن يمثل عائقا على الإطلاق هو رجل يعني أيضا ابن القارة الإفريقية ولد في موزنبيق ويعرفها جيدا ثم عمل في أعلى المستويات في ريال مادريد في منشستر يونيتد مع كبار اللاعبين على مستوى العالم وبالتالي هو خيار ممتاز 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 إذا تم أعتقد ستكون ضربة موفقة جدا للاتحادية الجزائرية الفاف برئاسة سيد وليد صادي سيكون فعلا قد أحسن إذن مشاهدين الكرام الإعلامي المصري عمرو فهد والذي أشهد كتيرا بالمدرب البرتغالي كيروش والذي هو من بين أبرز المرشحين لتولي العارضة التقنية للمنتخب الوطني قال ورغم الفترة القصيرة قادها كيروش مع المنتخب المصري إلا أنه ترك بصمته الخاصة ورغم أنه أيضا أخفق مع المنتخب المصري لكنه من جانب الفني ومن جانب التنظيم هو من بين أحسن المدربين تبقى هذه مجرد أراء قد تختلف وقد تتلائم لكن علينا احترام كل الأراء والوقوف لديها وأخذها بعيني الاعتبار بهذا مشاهدنا الكرام نلتقي وإياكم غدا وفي موضوع جديد زير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر